أقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت ورشة عمل لتقييم تجربة الصف نموذجي وإقرار توصيات ورشة عمل لغة العربية ومناقشة الاتجاهات العامة للأنشطة المدرسية بمدارس وادي حضرموت والتي نظمها مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء وفي افتتاح الورشة أوضح مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم بأن فكرة إنشاء الصف نموذجي تعد تجربة فريدة في المجال التربوي لدورها في خلق التنافس بين الطلاب والطالبات مما يسهم في النهوض بالعملية التربوية والتعليمية وناقش خمسون مشاركا من مديري إدارات التربية والتعليم بالمديريات ورؤساء الأقسام بالتربية ورؤساء أقسام الأنشطة بمدارس وادي حضرموت والصحراء ثلاثة محاور أساسية الأول عن تجربة إنشاء الصف النموذجي قدمه مدير إدارة التوجيه التربوي عطاس أحمد العيدروس فيما استعرض رئيس قسم اللغة العربية بمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء منير الجنيد في المحور الثاني توصيات ورشة عمل اللغة العربية فيما تطرق المحور الثالث والأخير الذي قدمه مدير إدارة الأنشطة بمكتب الوزارة فهم العامري إلى مناقشة الاتجاهات العامة للأنشطة المدرسية موسيقى